السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي بمدارس الفاروق الخاصة أهلا وبرحما بكم النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض الفصل الخامس من فصول القصة الفصل ده عايز ساركيز شوية لأنه فصل طويل نبدأ الفصل مع بعض الفصل بتاعنا النهاردة بعنوان الإنسان الآلي وقفنا في الفصل الأخير عند لما أسامة وأماني كانوا وقفين عند النافذة الزجاجية طيب نكمل بقى مع بعض بعد ما وقفوا عند النافذة الزجاجية إيه اللي حصل أسامة وأماني كانوا بيبصوا من النافذة ففوجئة بشيء عجيب وهم بيبصوا من النافذة دي شافوا حاجة عجيبة تخرج من وسط بيوت هذه المدينة طالع منين من وسط بيوت المدينة وبتسحف على قاع البحر ماشى ببطء فين في قاع البحر فضلت تمشي ببطء لحد ما بعدت عن المدينة وعقلة الإصبع وأماني ماشيين وراه عشان يشوفه ورايحين فين الشيء العجيب ده كان شكله عامل إزاي أشبه بحشرة أو خنفساء الشيء العجيب ده كان عامل زي ما يكون حشرة أو إيه أو خنفساء بس إيه كبيرة وضخمة ومصنوعة من المعدن ولها أزرع وسيقان وأقدام عديدة الشيء الغريب اللي هم كانوا شايفينه ده كان حاجة عاملة زي ما يكون حشرة أو خنفساء بس كبيرة ومصنوعة من المعدن ولها أزرع وأقدام عديدة وأربع عيون في مقدمة رأسها وعندها إيه أربع عيون في رأسها يسطر منها نور أبيض قوي وطلع من الحاجة اللي زي القنفساء دي نور أبيض قوي بيعمل إيه ينير الطريق أمامها بينا والله الطريق في قاع البحر لأن إحنا عارفين إن قاع البحر بيبقى إيه مظلم أماني فطلت بتبص على الحاجة الغريبة اللي قدامها دي وهي بتتعدى مندهشة من الحاجة الغريبة اللي قدامها دي وبتفكر وتسأل نفسها ما هذا الهيكل المعدنية الضخم الذي يسحف على قاع البحر إيه الهيكل إيه الحاجة الكبيرة المعدنية الضخمة دي اللي بتمشي ببطء في قاع البحر بس أماني ما لقيتش إجابة فكررت إن هي تعمل إيه تسأل عقلات الإصبع لأن عارفها زي ما إحنا عارفين إن هو بيقرأ كتير وبيشوف مجلاته صور كتير فبيكون عارف الحاجات دي فقالت إن هي تسأله ممكن يكون يعرف يعرف فهمست فيه أذنية قائلة بدهشة فرحت مكلمة بسوط صواتي كده في ودنه قالت له إيه ما هذا يا ترى ما هذه الخنفساء الضخمة وماذا تفعل هنا بتقول له إيه يا ترى إيه الحاجة دي إيه الخنفساء الضخمة دي وبتعمل إيه هنا فهو سكت شوية وبعدين رح رده قال لها إيه أنا أعتقد أن هذه الخنفساء المعدنية الضخمة هي إنسان آلي قال لها تقريبا الحاجة المعدنية الضخمة اللي إحنا شايفينها دي إيه إنسان آلي أهل المدينة بيستخدموا عشان يقوم عشان يعمل إيه الأعمال الخاصة في قاع البحر عشان يعمل حاجاتها غريبة حاجات الإنسان ما يقدرش يعملها انظري انظري ماذا يعمل بيقول لها بصي بصي شوفي هو الإنسان الآلي ده بيعمل إيه فأماني بصت بسرعة عشان تشوفه هو بيعمل إيه فلقيت الإنسان الآلي ده واقف في مكان وبيمد واحد من أزرعه الحديدية بيمد واحد من دراعاته الحديدية القوية دراعه عبارة عن حديد قوي وبيعمل إيه يحفر في قاع البحر حفرة كبيرة بيسر وسهولة بيحفر حفرة في قاع البحر بسهولة واتسعت الحفرة والحفرة ايه كبرت وظهرت بعض الصناديق المعدنية والأسطوانات الحديدية حفر حفرة الحفرة دي طلعت بقيت حفرة كبيرة بسرعة طلع من الحفرة دي بعض الصناديق المعدنية والأسطوانات الحديدية وأجهزة أخرى مختلفة الأشكال وأجهزة تانية أشكالها مختلفة الأشياء دي ما لها كانت سقيلة الوزن بدرجة كبيرة الحاجات دي كانت تقيلة جدا بس الإنسان الآلي شالها بين اثنين من إدراعه الحديدية شالها بذراعين حديد من دراعاته بسهولة وأخذ يرتبها بضقة شديدة في شبكة متينة وأخذ الحاجات دي ورح حطها في شبكة متينة في شبكة قوية وبينما كان هذا الإنسان الآلي يعمل بقوة وضقة ومهارة في الوقت اللي الإنسان الآلي ده كان شغل فيه بضقة ومهارة عقلة الإصبع جات له فكرة إيه هي الفكرة دي؟ رح لخته قال لا الأول رح لخته وهمس فيه أذنها وكلمها بسوط وقت وقال لها إيه؟ أنا جات لي فكرة وعايز أروح أروص في النفذة الزجاجية عشان أتأكد من الفكرة دي فأنت هتيجي معايا ولا هتخليكي هنا؟ أمني ردت قالت له إيه؟ لأ أنا عايز أفضل هنا عشان أشوف اللي الإنسان الآلي بيعمله فروح إنت وأنا مستنياك هنا لحد ما ترجع بالسلامة إن شاء الله عقلة الإصبع رح بقى عشان يتأكد من الفكرة بتاعته رح فين؟ رح المدينة ورح عند النافذة الزجاجية وقعد يبص إيه اللي بيحصل جوه في النافذة الزجاجية دي؟ شاف إيه؟ شاف واحد شاف راجل ينظر فيه جهاز تلفزيون راجل بيبص من إيه؟ من جهاز يبص في التلفزيون واستغرب لما شاف على شاشة التلفزيون صورة الإنسان الآلي اللي هم كانوا شايفينه بيعمل فين؟ في قاع البحر وهيعمل بضد قوة مهارة وبعدين لقى إيه؟ لقى إن الراجل بيبص في خريطة جنبه وبعدين بيدوس إيه؟ بيدوس على أزرار بيدوس على زرائر في جهاز تاني الزرائر اللي بتعمل إيه؟ إشارات مختلفة واستغرب كمان لما لقى الإنسان الآلي بيرايح فين؟ رايح مكان جديد غير الأولاني بيحفر فيه حفرة تانية وبيطلع منها سندق تانية غير الأولانية وبيحطها معاه في الشبكة القوية اللي معاه فقاعد يفكر قاعد يفكر بسرعة وبعدين قاعد يكلم نفسه يقول إيه؟ لقد صحت فكرتي الفكرة بتاعتي طلقت صح وتأكدت منها الراجل اللي في المدينة دي اللي قاعد قدام جهاز التلفزيون عشان يشوف الإنسان الآلي واللي بيعمله بيرسل التوجيهات يعني معاه جهاز زي الرموت هو اللي بتحكم في الإنسان الآلي وهو اللي بيخليه يعمل الحاجات اللي هو بيعملها دي يعني الراجل اللي قاعد في المدينة اللي قاعد قاعد قدام شاشة التلفزيون ومسك جهاز بيتحكم فيه في الإنسان الآلي عشان يخليه يقوم بالمهام الصعبة دي والحاجة الظريفة الحاجة العجيبة أو الطيبة إن عقلة الإصبع وهو بيتفرج من التلفزيون شاف أخته أماني على شاشة التلفزيون وهي بتتفرج على الإنسان الآلي بيعمله بس الراجل اللي قاعد قدام شاشة التلفزيون ما شافهاش ليه؟ لأنه طبعا مش متخيل أبدا إن فيه إنسان فيه حجم عقلة الإصبع عقلة الإصبع رجع لأخته وقال لها إيه؟ لقد صح أظنني الحاجة اللي أنا كنت معتقدها طلعت فعلا صح اتأكدت من الفكرة اللي كانت إيه؟ اللي كانت في بالي ولقيت فعلا إن الناس اللي في المدينة يراكبون الإنسان الآلي الناس اللي في المدينة دولهما لهم بيرقبوا الإنسان الآلي فعلا على شاشة التلفزيون وبعتوله التعليمات فينفذها بضقة بيبعتوله التعليمات فبيعمل إيه؟ بيعملها على أكمل وجه أو زي ما بتطلب منه بالزبط أمني سمعت اللي الرجل ده بيقوله واللقسمة بيقوله وبعدين قاعد التفكر شوية وبعدين قالت اللقسمة إيه؟ ولكن يا أخي لماذا يرسل الناس اللي في المدينة هذا الإنسان الآلي اللي يقوم بهذا العمل لماذا لا يقومون به بأنفسهم؟ بتقوله ليه أوسامة الناس اللي في المدينة دي جايبين إنسان آلي يعمل لهم المهام دي ليه هما مش بيعملوها بنفسهم؟ فرد عقلة الإصبع وقال لها إيه؟ الإنسان الآلي يقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان العادي أن يقوم بها الإنسان الآلي ده يقدر يعمل حاجات الإنسان ما يقدرش يعملها مثلا أنت شفت إزاي هو قدر يحفر حفرة تبيرة في قاع البحر بسرعة وسهولة وكوة شفت إزاي هو كان بيحفر الحفرة بسرعة وبسهولة بطريقة الإنسان العادي ما يقدرش يعملها وشفت إزاي هو كان بيشيل السنديق والأجهزة والأسطوانات الضخمة التي لا يقدر الإنسان على حملها شفت إزاي هو كان بيشيل السنديق التيلة والأسطوانات دي والإنسان ما يقدرش يشيلها وكمان الإنسان الآلي يقدر يستمر في العمل مهما طالت المدة من غير أن يتعب ممكن يعد يشتغل لمدة كبيرة من غير ما يتعب على عكس الإنسان الإعادي وكمان هو يقدر يعمل الأعمال بدقة ومهارة وإتقان يقدر يعمل أعمال بدقة ومهارة وإتقان مهما كان العمل ده صعب وكمان الأجهزة الحديثة من أهم مميزاتها الدقة الشديدة والإتقان التام كمان يقدر يعمل في ظروف صعبة الإنسان العادي ما يقدرش يعمل فيها فممكن أنه يدخل إيدي المعدنية في فرن مولع فرن شغال نار الإنسان الآلي ممكن يدخل إيده هو الفرن ده وكمان يقدر يعمل يشتغل في قاعة البحر زي ما هما شافوا ويقدر يشتغل في الجو لما يكون برد جدا وكمان وهو شغال في قاعة البحر مش بيخاف من الأسماك المتوحشة لأن الأسماك المتوحشة دي ما تقدرش يتأثر فيه لأنه عبارة أصلا عن معدن فهو لو شاف الأسماك المتوحشة مش هيخاف منها ولا الأسماك المتوحشة دي هتقدر تأثر فيه ولا تعمل له حاجة قالت أماني أماني قالت له إيه وهي مستغربة طيب هو معنى كلامك ده إن الإنسان الآلي ده أفضل من الإنسان البشري أنت أصدق بك الحاجات اللي أنت بتقولها دي والمميزات بتاع الإنسان الآلي دي إنه هو أحسن من الإنسان البشري فرده قال لها رد عليها بسرعة قال لها طبعا لا يا أماني طبعا الكلام اللي أنت بتقولي ده غلط ليه؟ لأن الإنسان البشري ربنا سبحانه وتعالى اديه له العقل والعلم عشان كده الإنسان البشري هو اللي صنع الإنسان الآلي وهو اللي بيدره التعليمات وهو اللي بيؤمره هو اللي بيحركه بمزاجه وبيطلب منه الحاجات والإنسان الآلي كل اللي بيعمله إنه بينفذ اللي الإنسان البشري بيعمله بس فالإنسان الآلي ده عبارة عن آلة الإنسان صنعها عشان تساعده إنه هو يعمل حاجات الإنسان العادي ما يقدرش يعملها بيشتغل أعمال خاصة الإنسان الآلي بيعمل أعمال خاصة على حسب برنامج البرنامج ده الإنسان البشري هو الله هتطهوله يعني الإنسان البشري ده هو اللي يتحكم في الإنسان الآلي هو اللي يخليه يقدر يعمل الحاجات اللي هو عايزها وبس اللي الإنسان البشر عايزها عايزها وبس طيب أماني قالت له ايه عظيم يا عكلة الإصبع الكلام اللي انت بتقوله ده كويس إن العلم يصنع المعجزات العلم ده بيعمل حاجات عجيبة وهو نافع مفيد العلم ده حاجة كويسة ونفعة وخير وبرقة عندما يستخدمه الإنسان لتعمير الأرض يعني العلم ده بيكون كويس ونافع ومفيد لما الإنسان بيستخدمه عشان يعمر الأرض وعشان ايه يطور من الصناعة ويعالج الأمراض ويحل مشكلات الناس فبيساعد إن البشرية تتقدم وسعادة الناس في كل مكان والناس تكون مبسوطة في كل مكان لا في الحروب والقطال والتخريب والتدمير يعني العلم مش بيكون كويس لما نعمل ايه لما نستخدمه في الحروب أو في القطال أو إن احنا نخرب أو إن احنا ايه نضمر ونهلك ويكون موت ناس نشوف الأسئلة على الشوية اللي احنا شرحناهم مع بعض دور السؤال الأول من الأخوان الذين كانوا ينظران من النافسة الزجاجية؟ عقلة الإصبع وأماني السؤال الثاني ما الخنفساء المعدنية التي رأاها كل من عقلة الإصبع وأماني؟ الإنسان الآلي ما الذي شاهده عقلة الإصبع بالقرب من بيت من بيوت الأعماق؟ أو ممكن يجي السؤال بطريقة تانية يقول لك صف الإنسان الآلي هنقوله هو هيكل معدني ضخم يشبه الخنفساء أو حشرة كبيرة ضخمة لها أذرع وسيقان وأقدام عديدة وأربع عيون في مقدمة رأسه يصدر منها نور أبيض قوي ينير الطريق السؤال اللي بعده ماذا كان يفعل الإنسان الآلي في قاع البحر؟ وما الأشياء التي وضعها في الشبكة المتينة؟ كان الإنسان الآلي يحفر في قاع البحر حفرة كبيرة بأذرعه الحديدية وضع بعض الصناديق المعدنية والأسطوانات الحديدية وأجهزة أخرى مختلفة الأشكال السؤال اللي بعده فيما يستعمل أهل المدينة الإنسان الآلي؟ يستعمل أهل المدينة الإنسان الآلي للقيام بأعمال خاصة في قاع البحر السؤال اللي بعده ما الفكرة التي عرضها عقلة الإصبع على أماني؟ الفكرة هي أن يذهب إلى النافذة الزجاجية ليرى كيف يعمل الإنسان الآلي السؤال اللي بعده هل وافقت أماني على الزهاب مع أخيها ولماذا؟ لا لم توافق على الزهاب مع أسامة لأنها فضلت أن تبقى وتشاهد ما يفعله الإنسان الآلي السؤال اللي بعده ماذا رأى عقلة الإصبع على شاشة التلفزيون؟ رأى أخته أماني دون أن يلاحظ الرجل وجودها السؤال اللي بعده كيف كان يعمل الإنسان الآلي في قاع البحر؟ كان يعمل بأزرعه الحديدية بعد تلقي توجيهات وتعليمات من الإنسان بواسطة جهاز الإشارات فينفس هذه التعليمات التي يتلقاها السؤال اللي بعده أيهما أفضل الإنسان البشري أو الإنسان الآلي؟ ولماذا؟ الإنسان البشري أفضل من الإنسان الآلي لأن الله أعطاه العقل والعلم فصنع الإنسان الآلي وسخره لخدمته السؤال اللي بعده وضح الفرق بين الإنسان الآلي والإنسان البشري في العمل أول حاجة الإنسان الآلي يقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان البشري أن يقوم بها فهو يحفر حفرة كبيرة في قاع البحر في سرعة وسهولة وكوة لا يقدر على مثلها الإنسان البشري كما يحمل الصناديق الصقيلة والأجهزة والأسطوانات الضخمة التي لا يقدر الإنسان البشري على حملها وإنه يستطيع أن يستمر في العمل مهما طالت المدة من غير تعب والإنسان البشري لابد أن يستريح بعد جهد العمل وإنه يقوم بالعمل بدقة ومهارة وإتقان مهما كان العمل صعبا وإنه يستطيع أن يعمل في ظروف صعبة لا يقدر عليها الإنسان البشري فهو يستطيع مثلا أن يدخل يده المعدنية في الأفران المشتعلة كما يستطيع العمل في قاع البحر حيث يكون الجو شديد البرودة ولا يخاف السمك المتوحش لأنه لا يؤثر فيه السؤال اللي بعده ماذا فعل عقلة الإصبع وأخته لكي يعرف أين يذهب الإنسان الآلي وهل نجح في ذلك؟ نظر عقلة الإصبع وأخته من النافذة الزجاجية فشاهد الإنسان الآلي على شاشة التلفزيون يدخل أحد بيوت المدينة من فتحة خاصة تسمح له بالدخول من غير أن يدخل معه شيء من ماء البحر متى يكون العلم مفيدا ومتى يكون ضارا؟ يكون مفيدا عندما يستخدمه الإنسان لتعمير الدنيا وازدهار الصناعة وعلاج الأمراض وحل المشكلات وتقدم البشرية ويكون ضارا عندما يستخدمه الإنسان في الحروب والقتال والتخريب والتدمير نكمل مع بعض بقى الفصل بعدما الإنسان الآلي خلص الشغل بتاعه وحمل الشبكة المتينة الصقيلة بكل ما فيها من صناديق وأجهزة اتجه إلى داخل المدينة وسط البيوت البحرية دخل وسط البيوت بتاع المدينة وضار خلف بيت مربع كبير له كبة مستديرة وبعدين أسرع عقلة الإصبع واخته وراءه وفي سماء وأماني مشه راب صرع عشان نشوفه ورحه ورح فان ولفوا حوالين البيت المربع ولكنهما لم يجد الإنسان الآلي لما لفوا ملقوش الإنسان الآلي قاعد يدور عليه في كل مكان ولكن من غير فائدة ملقوش الإنسان الآلي خالص اختفى كأن قاع البحر قد انشك وابتلعه اختفى الإنسان الآلي زي ما تكون قاع البحر ده اتفتح وهو نزل جواه في الوقت ده جات لعقلة الإصبع فكرة عمل إيه قال لأخته تعالي بسرعة ننظر من النافذة الزجاجية تعالي بسرعة نروح نبص في النافذة الزجاجية عند شاشة التلفزيون اللي بيرقبوا فيها الإنسان الآلي عشان نشوفه ورح فين أماني قالت له ايه فكرة مدهشة يا أبا الأفكار فكرة جميلة يا أبا الأفكار بسرعة رح أسامة وأماني للنافذة وبصوا من شاشة التلفزيون لقل إنسان الآلي دخل بيوت الواحد من بيوت المدينة من فتحة خاصة تسمح له بالدخول لأن الإنسان الآلي دخل بيوت من بيوت المدينة البيت ده فيه فتحة خاصة للإنسان الآلي ده عشان يدخل منها من غير ما تخلي أي حاجة من ميت البحر تدخل معه وبصوا على شاشة التلفزيون شاشة تانية ضخمة لقوا مكتوب عليها التجربة الخامسة لتوليد القهرباء بطريقة جديدة نستعمل فيها المياه الدافئة عند سطح البحر والمياه الباردة في أعماق البحر شاهدوا على شاشة التلفزيون إن فيه تجربة لتوليد القهرباء وشاهده عالما كبيرا وشاهدوا كمان فيه عالم كبير معه ثلاث مساعدين بيقولهم إيه طبعا إنتوا عارفين أهمية القهرباء في حياتنا طبعا إحنا عارفين أحنا كمان عشان إحنا أخذناها في الترم الأول إيه أهمية القهرباء إن هي بتنور لنا البيوت والشوارع والمصانع وهو حاجة تانية كتير وبيقولهم طبعا إنتوا عارفين إن إحنا نقدر نولد القهرباء بطرق كثيرة في طرق كثيرة نولد بها القهرباء زي استخدام المراوح الهوائية الكبيرة إن هم بيستخدموا مراوح كبيرة زي اللي إحنا شايفينها في الصورة اللي قدامنا الهواء بيحركها فبينتج بيطلع من الحركة دي بينتج منها إيه كهرباء بيولدوا الكهرباء بالمراوح الهوائية الكبيرة وكمان في استغلال الشلالات ومساقط المياه إن هم بيستخدموا الشلالات عشان يولدوا منها الكهرباء لأن المياه لما تنزل من مكان عالي لمكان منخفض بتحرك إيه؟ بيكونوا عاملين هم آلة عاملة زي المروحة الآلة دي لما بتتحرك بتنتج إيه؟ كهرباء وبعدين ظهر على الشاشة جهاز ضخم الجهاز ده نازل من أول سطح المياه لحد أعماق البحار من أول المياه منفوق لحد أعماق البحر من تحت العالم الكبير ده واقف جنب الجهاز والألماء الدافئ يدخل إلى الجهاز من أعلى نحن عارفين طبعا إن المياه اللي فوق بتكون إيه؟ بتكون دافية شوية لأن الشمس بتقنزل عليها المياه الدافئ دي بقى بتدخل في الجهاز ده من فوق والماء البارد اللي وبيه في قاع البحر بيدخل في الجهاز من أسفل بنستفيد إحنا بقى من الفرق في درجات الحرارة دي بين المياه البرده والمياه الدافئة عشان فيه محرك بيتحرك بيعمل إيه؟ يولد الكهرباء وبعدين العالم الكبير سيكت فواحد من المساعدين قال له إيه؟ قال إيه؟ وهذه الكهرباء طاقة نظيفة الكهرباء دي إيه؟ طاقة نظيفة مش بتلوس البيئة زي البطرور وهي متوفرة موجودة بسهولة ليه؟ لأن البحار موجودة في كل مكان وأمام كل الناس والدول إلى العالم الكبير رد اليوم سنقوم إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هنكرر التجربة للمرة الخمسة يمكن نوصل لنتيجة طيبة يمكن نوصل لنتيجة إيه؟ كويسة إحنا بنتمناها في الوقت ده وفجأة اضطربت المياه اضطرابا شديدا المياه ايه؟ اتحركت بكوة فخاف عقلة الإصبع أن تضيع منه أخته وسط الماء فأسامة خاف إيه؟ إن أمان تضيع منه تاني زي ما حصل قبل كده فعمل إيه؟ مسك إيديها بسرعة وهو بيقول إيه؟ يجب أن يتعلم الإنسان من تجاربه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يقول إن الإنسان لازم يتعلم من التجرب اللي حصلت له قبل كده وإن المؤمن ما ينفعش المؤمن الزكي لازم يتعلم من التجرب بتاعته اللي حصلت وما يقعش في نفس الغلطة مرتين وبعد قليل بعد شوية صغيرين إلا حصل كذفت هما المياه إلى مكان بعيد المياه إيه؟ ودتهم هما الاتنين لمكان بعيد بعد ما المياه هديت لقوا إن هما رحوا فين؟ رحوا في مكان تاني بعيد عن المدينة المبنية تحت سطح البحر وبعد وقت قليل شافوا واحد من الغواصين لابس ملابس غريبة بيعمل إيه؟ شغال بيشتغل في صيد الإسفنج ده اللي هو إيه؟ حيوان بحري نباتي الغواص ده ماله كان لابس ملابس كاملة من المطاط الملابس دي لها رأس حديدي به نافذة زجاجية الرأس الحديدي به مكان من قدام زجاج جدا عشان يشوف الحاجات اللي حواليه تحت سطح البحر وطالع من الرأس الحديدية دي أمبوبة من المطاط الأمبوبة دي طالع لحد سطح المياه من فوق عشان توصل الهواء للغواص عشان يتنفس هوه في قاع البحر والغواص ده في إيده خطاف له سلاسة فروع بيعمل إيه بالخطاف ده؟ بينتزع بيطلع الإسفنج من قاع البحر وبيحطه إيه جنبه كيس كبير بيحط في الإسفنج عكلة الإصبع وأخته فضلوا يتفرجوا على المنظر الغريب ده وبعد شوية أماني قربت من إيه من قطعة إسفنج كبيرة في قاع البحر وممدت إيدها عشان إيه تتحسسها عشان تتعرف الملمس بتاعها وفجأة نزل فوقها خطاف الغواص فجأة الغواص هو بياخد قطعة إسفنج خد أماني معها وستمع حاول يحذرها بسرعة بس الغواص كان خدها خد قطعة الإسفنج اللي عليها أماني وحطها فين؟ في الكيس وكان الكيس قد امتلأ والكيس في الوقت ده كان إيه كانت ملة فالغواص إدى إشارة للحبلة عشان إيه عشان الكيس يرتفع لفوق حتى اختفع عن الأنظار عكلة الإصبع حاول أنه يتفاهم مع الغواص ويقوله إن أماني جوه الكيس ده بس طبعا إيه الصوت بتاعه ماوصلش للودن الغواص اللي موجودة جوه الرأس الحديدية اللي الغواص لبسها فملقيش حاجة ملقيش فايدة غير إنه الملقيش فايدة من الكلام مع الغواص ففكر إنه إيه يطلع فوق له سطح المية عشان يدور على أخته في كيس الإسفنج فأطلع على أنبوبت المطاط اللي طالع من الرأس الحديدي بتاع الغواص لحد ماوصل لسطح المية فوجد إيه زورقا لإقارب حاجة عاملة زي المركب صغيرة فيها بعض الرجال وأكوام من الإسفنج فقعد يدور على أماني وينالي عليها بس مرقهاش وما سمعش أي رد من أماني فقال لنفسه إيه ممكن تكون طلعت من الكيس ورجعت للبحر تاني عشان كده أنا هرجع للبحر عشان أدور عليها فين في القاع وهو بيستعد عشان ينطف البحر تاني يقفص في الماء ليه إيه أماني إيه تصعد على أنبوبة المطاط ليه أماني طالع على إيه الأمبوبة بتاع المطاط فرح لها بسرعة وغاصة معا ونزلوا تحت في البحر لمرة تانية إيه وكان في انتظارهما منظر عجيب إيه هو المنظر ده ده اللي إن شاء الله هنشوفه في الفصل بتاعنا الفصل السادس والأخير تعالوا نشوف الأسئلة مع بعض ماذا فعل الإنسان الآلي بعد الانتهاء من عمله حمل الشبكة المتينة الصقيلة بكل ما فيها من صناديق وأجهزة واتجه إلى داخل المدينة وسط البيوت البحرية ودار خلف بيت مربع كبير له كبة مستديرة السؤال اللي بعده من الذي شاهدهم عقلة الإصبع وأخته داخل المدينة وماذا كانوا يفعلون شاهد عقلة الإصبع وأماني عالما كبيرا ومعه سلاسة من مساعديه وكانوا يقومون بتجربة لتوليد الكهرباء وكان أمام العالم جهازا كبيرا يمتد من سطح الماء حتى أعماق البحر فالماء الدافئ يدخل إلى الجهاز من سطح البحر والماء البارد يدخل إليه من قاع البحر والفرق بين درجات الحرارة بين البارد والماء الدافئ يستخدم لإضاءة محرك يولد الكهرباء السؤال اللي بعده استطاع الإنسان أن يولد الكهرباء بطرق كثيرة اذكر بعضها الترق اللي احنا قلناها استغلال مصاكة المياه والشلالات استخدام المراوح الهوائية الكبيرة واستخدام الطاقة الشمسية السؤال اللي بعده ماذا تعرف عن الكهرباء أو مميزات الطريقة الجديدة لتوليد الكهرباء إن الكهرباء طاقة نظيفة لا تلوس البيئة كالبطرول وهي طاقة متوفرة لأن البحار موجودة في كل مكان حول الإنسان والدول يجب أن يتعلم الإنسان من تجاربه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين من قائل هذه العبارة وما المناسبة التي قالها فيها قائل هذه العبارة عقلة الإصبع وقالها عندما اضطربت المياه اضطرابا شديدا فخاف عقلة الإصبع أن تضيع منه أخته أماني وسط الماء كما حدث من قبل ما معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين معناها أن الإنسان لا يقع في نفس المشكلة مرتين فيجب عليه الحذر السؤال اللي بعده ماذا شاهد عقلة الإصبع وأخته بعد أن هدأت المياه شاهد أحد الغواصين يرتدي ملابس غريبة ويعمل في صيد الإسفنج السؤال اللي بعده ماذا كان يرتدي الغواص أو ماذا يرتدي صياد الإسفنج وماذا يعمل كان يرتدي ملابس كاملة من المطاط لها رأس حديدي به نافذة زجاجية يرى منها حوله تحت سطح الماء وتخرج من هذه الرأس الحديدي أمبوبة من المطاط تمتد إلى سطح الماء لتوصل الهواء إلى الغواص ليتنفس وفي يده خطاف له ثلاثة فروع وكان صياد الإسفنج ينتزع به الإسفنج من كاع البحر ويضعه في كيس السؤال اللي بعده ما فائدت أمبوبة المطاط للغواص توصل الهواء إلى الغواص ليتنفس كيف وصلت أماني إلى كيس الإسفنج حين اقتربت من قطعة الإسفنج الكبيرة في كاع البحر وعندما مدت هادة تتحسسها نزل فوقها خطاف الغواص فانتزع قطعة الإسفنج ومعها أماني فوضعها الغواص في كيس الإسفنج السؤال اللي بعده كيف عثر عقلة الإسفع على أخته عثر عقلة الإسفع على أخته عندما رأى أماني تصعد على أمبوبة المطاط اللي بعده ماذا كرر عقلة الإسفع للتفاهم مع الغواص كرر أن يصعد إلى سطح الماء ليبحث عن أخته أماني في كيس الإسفنج فأخذ يتسلك أمبوبة المطاط التي تخرج من الرأس الحديدي حتى وصل إلى السطح فوجد زورقا صغيرا فيه بعض الرجال وأكوام من الإسفنج آخر سؤال لماذا فشلت محاولة عقلة الإسفع للتفاهم مع الغواص؟ لأن صوت عقلة الإسفع لم يصل إلى أذني الغواص داخل الرأس الحديدي العجيب الذي كان يلبسه يلبسه كده الحمد لله نكون ينتهينا من الفصل الخامس إن شاء الله أشوفكم قريب في الفصل السادس والأخير من فصول القصة والسلام عليكم ورحمة الله